تالك جود جماعة قروية تزخر بمقاومات طبيعية متنوية صورة نادرة من مناظر ساحرة لمتعة العين اليوم بعد تأخر تساقطات المطارية بهذه المنطقة كان لابد للفلاح المحلي من تكبر معاناة قلة مياه السقي ومجارات الامكانيات المتاحة خاصة بعد تقلص نسا بانتاج الحبوب التي بادت معاشيا ومقلالا زراعة الفول والشاعير تستأثرا باهتمام كبير لدى المواطن القهروي ورغم جمالية المنظر إلا أن هذه المشارات تبقى جد محدودة نظرا لتراجع منسوب المياه السطحية بالعيون المجاورة لهذه الحقول إذ لم تعد تصرف الكيميات اللازمة من المياه لرأي هذه الحيازات الخاصة وبالرغم من الجهود المبدولة من طرف المسؤولين لتطوير بنيات هذا القطاع إلا أن النشاط الفلاحي بتالك جود يحتاج إلى رؤية واضحة تروم إلى النهود بهذا القطاع لتحقيق التنمية المحلية وتقييم واقع لطر البشري على الموارد المائية بشكل يحقق لها الاستدامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة